ثانيا مراحل تطور التسويق لقد مر الفكر التسويقي بالعديد من المراحل منذ بداية الثورة الصناعية التي ظهرت في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات وحتى الآن لكل مرحلة من هذه المراحل سماتها التي ميزتها عن بقية المراحل الأخرى وفي كل مرحلة تغير مفهوم التسويق وفيما يلي عرض موجز لهذه المراحل التي مر بها الفكر التسويقي واحد مرحلة المفهوم الانتاجي للتسويق اثنين مرحلة المفهوم البيعي للتسويق ثلاثة مرحلة المفهوم الحديث للتسويق رابعا مرحلة المفهوم الاجتماعي للتسويق وغيرهم من المفاهيم الأخرى المعاصرة نأخذ بشيء من التفصيل أولا مرحلة المفهوم الانتاجي للتسويق تعرف هذه المرحلة بمرحلة التوجيه بالانتاج حيث أنه في هذه المرحلة تم التركيز على الإنتاج وفي هذه المرحلة لم يكن هناك أي اهتمام يذكر بالأنشطة التسويقية بخصوص دراسة السوق ومعرفة احتياجات ورغبات المستهلكين أيضا لم تكن هناك أي جهود تسويقية فيما تعلق بتوزيع المنتجات أو الترويج لها لسيادة سوق البائعين حيث أن رجال الإدارة في هذه المرحلة كانوا يهتمون برجال الإنتاج والعمال الفنيين الذين يعملون على الآلات والمعدات داخل المصنع لذلك كان التسويق يعرف على أنه الإنتاج في هذه المرحلة المرحلة الثانية مرحلة المفهوم البيعي للتسويق تعرف هذه المرحلة بمرحلة التوجيه بالبيع وكما اتضح في المرحلة السابقة كان التركيز ينصب على زيادة الإنتاج بأي وسيلة من الوسائل وذلك لسد الفجوة بين جانبي العرض والطلب حيث زيادة الطلب عن العرض ونتجة للتركيز المرحلة السابقة على زيادة الإنتاج فإنه في نهاية هذه المرحلة زاد حجم الإنتاج زيادة كبيرة وأصبح هناك فائض كبير في الإنتاج وزادت الفجوة بين المعروض من المنتجات والطلب عليها حيث فاق العرض الطلب بدرجة كبيرة لذلك اتجه تركيز المنتجون إلى مسلك آخر وهو كيفية تصريف وبيع هذه المنتجات وهنا زاد اهتمام المنتجين بالجودة حرصا على تمتع منتجاتهم بميزة أفضل من منتجات منافسيهم لأن المستهلكين أصبحوا في موقف يمكنهم من المفاضلة بين المنتجات المتشابهة والمماثلة أو المتماثلة وأصبحت الشركات تهتم وتركز على وظيفة البيع وأصبح معيار النجاح للشركات هو حجم المبيعات بدلا من معيار حجم الانتاج الذي ساد في المرحلة السابقة وأصبح الأمر يستدعي بعض الجهود الترويجية فزاد الاهتمام بالتخطيط والتنظيم والرقابة والإشراف على أوجه النشاط البيعية وعلى فنون البيع وأساليب التفاوض وغيرها حرصا على بيع وتصريف هذا الفائض من المنتجات المرحلة الثالثة مرحلة المفهوم الحديث للتسويق تعرف هذه المرحلة بمرحلة التوجيه بالمفهوم التسويقي ففي نهاية المرحلة السابقة استمرت زيادة المعروض من السلع عن الطلب عليها وبالتالي زاد الفائض من هذه السلع وتبين للمنتجين أن الجهود التي تبدل من عجل زيادة حجم المبيعات وزيادة نصيب الشركة من السوق أصبحت غير كافية لتحقيق هذه الأهداف وبعد دراسة السوق تبين أن المنتجات الحالية غير مرغوبة من قبل المستهلكين لأنها لم تعد تتوافق مع رغباتهم واحتياجاتهم ولذلك اتجهت أنظار المنتجين إلى دراسة المستهلكين لمعرفة رغباتهم واحتياجاتهم تمهيدا لإنتاج المنتجات التي تتماشى مع هذه الرغبات والاحتياجات لتسهيل عملية تسويقها ويمكن القول أن نقطة البداية في هذه المرحلة هي السوق حيث المعرفة برغبات واحتياجات المستهلك لتحقيق رضاه ومن ثم تحقيق الربح المنشود بناء على هذا الرضا وليس من خلال زيادة حجم المبيعات أي أن المنشأة يمكن أن تضحي ببعض الربح في سبيل إشباع رغبات واحتياجات المستهلك وتحقيق رضاه كذلك تضح المسؤولين في الشركات أن تحقيق هذا الهدف لا يتم إلا من خلال تحقيق التناسق والتكامل بين أجزاء المنشأة من إدارات وأقسام وأفراد وغيرها حتى تعمل المنشأة كوحدة واحدة كل ذلك أدى إلى زيادة الاهتمام بالتسويق وأصبحت هناك إدارة للتسويق تتبع المدير العام مثلها مثل إدارة الإنتاج وإدارة المبيعات وأصبح لهذه الإدارة مديرا يتولى مسؤوليتها ويقوم بعداء كل الأنشطة التسويقية الواجبة بمعاونة رجال التسويق وعندئذ لم يعد التسويق نشاطا يبدأ بعد الإنتاج فقط بل نشاطا يبدأ قبل وأثناء وبعد العملية الإنتاجية المرحلة الرابعة مرحلة المفهوم الاجتماعي للتسويق والمفاهيم الأخرى المعاصرة تعرف هذه المرحلة برحلة التوجه بالمجتمع أو التوجيه بالمجتمع ولقد ظهر هذا المفهوم نتيجة للانتقادات التي تم توجيهها إلى المفهوم السابق والتي في مقدمتها المبالغة في الاهتمام بالمستهلك ومحاولة إرضاءه بغض النظر على المشاكل والأثار البيئية التي تترتب على ذلك ويعني المفهوم الاجتماعي للتسويق أن المنشأة وهي في طريقها لإنتاج المنتجات يجب أن تأخذ في الاعتبار مصلحة المجتمع ومشاكله أي أن المنشأة التي تتبنى هذا المفهوم يجب أن تعمل على إحداث التوازن بين العناصر الثلاثة الأساسية وهي المستهلك والمجتمع والأرباح بحيث تحاول إشباع رغبات واحتياجات المستهلك بالجودة المناسبة وبالسعر المناسب وفي الوقت المناسب وفي المكان المناسب وذلك من عجل تحقيق الأرباح وهكذا يمكن القول أنه في هذه المرحلة زادت المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية لمنظمات الأعمال أما كانت عليه في المراحل الأخرى وأخيرا يمكن القول أنه في الوقت الحالي ظهرت بعض المفاهيم أو الاتجاهات المعاصرة في مجال التسويق والتي تعد امتدادا للمرحلة الأخيرة من مراحل تطور الفكر التسويقي مثل التسويق البيئي والتسويق المباشر والتسويق الأخضر وغيرها من المفاهيم ترجمة نانسي قنقر